اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثلا ايه سؤالين نغطي فيهم اجزاء معينة والجزء الباقي بنكملوه المرة اللي جاي ان شاء الله بنبدأ على بركة الله طيب ده شكل شكل متوقع ممكن ييجي زيه في الامتحاء السؤال الاول بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة لكل عملية مما يلي طبعا انا شارح منهج المحاسبة في 8 حصص بتاع الترمي الاول كله على القناة تمام ومن البداية كده بقول لكم بتعلي الجودة علشان الصورة تطلع واضحة وايه ومحدش يلاقي حاجة مدقيقة في الصورة اختر الاجابة الصحيحة لكل عملية مما يلي واحد بلغت المبيعات النقضية 20 الف جنيه اول ما تقول لي مبيعات نقضية يا استاذ حسن يبقى انا كدارس وفاهم وعارف تمام لو لحد كده هتقول لي بلقيد ايه من حساب الخزينة الى حساب المبيعات ايوة لان المبيعات ايه حساب دايق والخزينة هنا ايه زادت يعني معناه ان انا بعت واخدت فلوسي طيب نكمل بس شوية كده بلغت المبيعات النقضية 20 الف جنيه يستحق عنها ضريبة مبيعات قدرها 10% فيكون القيد اه يعني انا بعت للعميل بضعب 20 الف جنيه جميع وحصلت عليها ضريبة مبيعات لصالح مصلحة الضرائب ماشي نسبة كام 10% يبقى 20 الف في 10% ادي 2000 جنيه بعتله بـ 20 الف وحصلت منه ضريبة مبيعات 2000 جنيه اللي هي 20 الف في 10 عالمية يبقى المبلغ اللي حصلت كله منه كام تقول لـ 22000 جنيه جميل اتحطوا فين في الخزينة بس هل الـ 22000 كده كلهم مبيعات بتقول لي لا ده مبيعات 20 الف تمام وضريبة المبيعات 2000 جنيه 2000 جنيه فكأنك بتقول لي القيد هيبقى ايه من حساب الخزينة 22000 الى مذكورين يعني الـ 22000 دولي ماشي جيين منين من مبيعات 22000 وضريبة ايه مبيعات 28000 بـ 2000 جنيه يبقى القيد الصح يبقى من حساب الخزينة الى مذكورين ضريبة المبيعات 2000 وحساب المبيعات 20000 طيب نبص بقى للتلات اجابات كده للتلات حلول الاولان بقول لي من مذكورين حساب الخزينة 20000 حساب ضريبة مبيعات 2000 إلى حساب المبيعات بـ 22 ألف نقول له لا القيد دم الصح لأننا لم نبيع بـ 22 بالقيد الثاني من حساب الخزينة 22 ألف أي نعم الخزينة سيتحط في 22 بس الـ 22 جائن منين أنا أقول له إلى حساب المبيعات لا أنا لم يبيع بـ 22 نرى القيد الثالث الذي هو أكيد الصح من حساب الخزينة 22 ألف أيوة المصدرين اللي حطين في الخزينة اللي هم إيه إلى مذكورين ضريبة المبيعات أدي ألفين وحساب المبيعات 20 ألف يبقى القيد الصح اللي هو القيد ده من حساب الخزينة إلى مذكورين حساب ضريبة المبيعات وحساب المبيعات تمام طيب تقول له أستاذ حسن طيب حطننا عليه علامة أو حاجة عشان نعرف أنه ده الحل الصح ما تستعجدش دلوقت حالا السؤال ده كله اللي أنا شغالها ونشتغل فيه إجابته كلها تحت إيه إجابته تحت بس أنا مش عايزك إيه تربك نفسك وتبص للإجابة على طول لا أنا ماشي معاك واحدة واحدة طيب اتنين قيام صاحب المنشأة بإرسال بضاعة لمنزله لحد النص ده نرسل نقولش حاجة تقول لي باعت حاجة لبنزله يبا دي مسحوبات يا أستاذ حسن أيوا يا سيدي مسحوبات تمام نكمل بس كده قيام صاحب المنشأة بإرسال بضاعة لمنزله سعر شراؤها أو تكلفتها سعر شراؤها يعني زي ما هو شريها زي ما هي متكلفة عليه خمسمائة جينيه فيكون القليب تعال الأول قبل ما نقول القيون بص يا حبيبي أنا شرح في الحصة الأولى في الفيديو الأول على القناة اللي هو درس رأس المال والمسحوبات وأيلك بالتفصيل بص ركز معايا الأول سدد فطور التليفون المنزق سدد إيجار المنزق سدد مصروفات ابنيه المدرسية سدد مصروفات ابنته الجامعية ركز معايا كل دي اسماه مسحوبات مقضية طالما دفعت من الخزينة طب لو كد بشيك بمسحوبات من حساب المسحوبات إلى حساب البنك طي ايركن دي شوية لا ده هو هنا ايه بيته محتاج لبضاعة معينة والبضاعة دي موجودة عنده في المحل أو في الشركة تمام كده فبعت منها للبيت ركز بالحطة اللي جاية للبيت خليه مش هيكسب على بيته هيبعتها زي ما متكلف عليه زي ما هو شريهة الله على كلمة زي ما هو ايه شريهة طب هو مش يوم ما اشتراها قال من حساب المشتريات تقول لي أيوة طب بي بقى نقصها انت من المشتريات اسحابها كده وهاتها من على الرف ووديها البيت ننقصها من المشتريات آه يعني المشتريات اللي هي كانت مدينة فوق ناخليها تحت أيوة ودول وقت حانقولك حالا دي الحالة الوحيدة اللي في المحسبة اللي المشتريات تيجي فيها دينها المشتريات ديه أمه ولدتها كده لتلقى أنت مدينة طبعتك جنسك مدينة لكن الحالة الوحيدة اللي تيجي فيها المشتريات دينة إنه يبعث لبيته بضاعة بسعر التكلفة أو سعر الشراء زي الحالة اللي في إيدينا دي يعني يا أستاذ حسب ملاخر يعني القيد هنا إيه؟ من حساب المسحوبات إلى حساب المشتريات تمام؟ ده القيد الصح طب تعال نشوف القيود قال ليه؟ من حساب المشتريات إلى حساب المسحوبات نقول لك لدي من أول غلط لأن المسحوبات ما تجيش دينة مسحوبات مدينة طيب القيد الثاني من حساب الخزينة إلى حساب المسحوبات أيضا القيد ده خطأ لأن المسحوبات دينة ما بتجيش طب شوف بقى معايا؟ التالت من حساب المسحوبات إلى حساب المشتريات هو ده القيد الصح جميل؟ ماشي نجي لعملية الثالثة أفلسة أحد العملاء أول ما تسمع أفلسة أحد العملاء تقول يا ليلة بيضة في ديون معدومة ايوة افلس احد العملاء يبفلسنا اللي عنده مش هناخدها كلها هيضيع منا علينا جز حنعدم جز الله يعوض علينا في الجزء اللي حيروح علينا من سمي ديون معدومة كمل افلس احد العملاء وكان مدين بمبلغ 9000 جنيه واحد من العملاء اللي بتعمله معنا عليه 9000 جنيه والمحكمة اشارت افلسه طيب يعني افلس كلها رحت علينا لا يا سيدي ما تستعجدش اظهر علي افلس احد العملاء وكان مدين بمبلغ 9000 جنيه ولم يحصل منه سوى 7000 جنيه فقط اه يعني لنا عنده 9 اللي ربنا كربنا منه 7000 جنيه طيب والألفين البجيء منا بقول ربنا عوض علينا بيهم اه يعني ايه يعني يعني اسمها ايه ديون معدومة يعني خسرنا كام 2000 جنيه ايوما الديون المعدومة خسارة اه يبخدنا سبعة حنحطهم في الخزينة والألفين الفرق اسمها ديون ايه معدومة والديون المعدومة ايه مدينة لانها خسارة جميل؟ وبنقفل حساب الراجل ده اه يعني بنقفل حسابه يعني لو كان الراجل ده اسمه حسام يبقى حنقول لي حساب حساء مفيش حنقول ايه العملاء يبقى القيد يا استاذ حساء يبقى القيد من مزكورين حساب الخزينة سبعة تلاف جنيه وحساب الديون المعدومة الفين الى حساب العملاء كام تسعة تلاف جنيه ده القيد الصح طب نشوف القيود كاتب لي من مزكورين حساب الخزينة بسبعة تمام الديون المعدومة اتنين تمام قوي خليما قد التسعة هم الى حساب العملاء كده قفلنا حساب العميل ده باسم العملاء تسعة تلاف جنيه يبقى فعلا هو ده القيد الصح حنرى باب سرعة القيد التاني بقول لي من مزكورين الخزينة سبعة ماشي خصم مسموح به الفين لأ ده مش خصم مسموح به الى حساب العملاء بلا قيد ده غلط قيد التالت من مزكورين حساب الخزينة سبعة ماشي حساب الخصم المكتسب concept اذا كان الخصم المكتسب اصلا داين داين يعني ما جيش ايه في الطرف المدين يعني كده منوله غلط الى حساب العملاء يبقى الصح القيد الاولانين اربعة قامت المنشأة بارساء كمبيالة للبنك للقاطعة او اسمها للخصمة قيمتها 4000 جنيه فيكون القيد درس الاوراق التجارية ده انا شرحه بالتفصيل في الحصة الخامسة ومحللهلك بالتفصيل امت تعرف ان الكنبيال او السنة دي اسمها اوراق قط وامت تعرف ان اسمها اوراق دفع طب تسمع مني كلمة كده حلوة جميلة بص حبيبي اللي يبيع اللي يبيع لازم يقبط في الاخر اللي يبيع لازم يقبط ايوه صح اللي يبيع يحياخد فلوسه نقضي نحطها في الخزينة بلخزينة مدينة يحياخد شيك ويودي البانك يبقى من حساب البانك طي الراجل اللي باعله لمعه فلوس نقضية ولا له حساب جاري في البانك طبع بس الباع عايز حقه ده الكلام نحن نقضيه في السكرتيريا العربي في الترمي التاني سنة اولى بالتفصيل خلاص يبقى المشتري قال للباع يا عم اكتب عليها كمبيالة وانا هنمضي لك عليها ونقول لك مقبول الدفع تمام كده وبعد شهر او شهرين تعال هاتك الكمبيالة واخد فلوسك جميل؟ كويس بعد شهرين رحنا اخدنا فلوسنا من الراجل ده لو اخدناها منحطها في الخزينة لكن اليوم اللي بيبا معايا الكمبيالة دي في اي دي شاهلة في الدرج في محفظة اوراق القبض بنسميها اوراق قبض طمام؟ كويس اول الكمبيالة دي احتاجت لقيمتها انا محتاج لفلوس فقلت ناخد الكمبيالة ونروح بيها للبانك نخصمها يعني نقطعها يعني نبعها للبانك ادي معناها معناها ايه قطع الكمبيالة او خصم الكمبيالة يعني انا منروح بيها للبانك بنقول له يا بانك انا معايا كمبيالة باربع تلاف جنيه مسحوبه على فلان الفلاني وتاريخه للصحقات كمان شهرين تشتريها مني تخصمها لي تقطعها لي البنك بيعمل شوية اجراءات كده وحسابات عمره ما يديني الاربع تلاف جنيه عشان تبين فاهميه مش هروح نقول له خد الكيمبيالة دي باربع تلاف اقول لي تقدر خدار أربع تلاف ليه يعني محبة في سواد عينية لا ده بيقصم حاجة اسمها مصاريف القطعة اللي هي مصاريف الاجيو اللي هناخدوها لما نجي ناخد ايه الحسابات الختامية في حساب الاربع والخسائر في جانب المدينة اللي هو المصرفاء طيب ايه من حدوتها عشان ننطولش عليكم وديت الكيمبيالة دي للبنك للقاطع يعني للقاص بنعمل القيد باسمها تقول لي طب وفي حالة تانية غير اننا نبعثها للبنك للقاطع والخاص ايوة ممكن نبعثها للبنك للتحصي في معادة استحقاقها مش هنبقى فاضي سافرت روحت عمره ولا في شغل ولا مش فاضي ولا تعبان بقول للبنك في تاريخ استحقاقت بنتها يا بانك حصة للكيمبيالة دي والفلوس اللي تيجي منها اخصم مصاريفك عم وعملت وحطيه للبنك في حساب اللي عندك اللي في البنك كلام جميل ايبقى قامت المنشئة برسال كيمبيالة للبنك للقاطعة والخاص قيميتها كام 4000 جنيه فيكون القيد ايه اسمع بها من حساب اوراق قبض برسم القاطعة اللي يسمعها برسم الخاصمة من حساب اوراق قبض برسم القاطعة تخيل دي زيها ايه زي لما نبعت شيك للبنك للتحصيل طب انا هنبعت شيك للبنك للتحصيل يعني البنك هيحصلوني يا باتا عني هنقول ايه من حساب شيكات تحت التحصيل ايوة طب لو بعت الكمبيالة دي للبنك للتحصيل هنقول من حساب اوراق قبض برسم التحصيل لكن هنا نبعتها للبنك للقاطعة يبقى من حساب اوراق قبض برسم القطع الى حساب اوراق القبض دي القيد الصح طب نشوف بها القيود اربعة تلاف من حساب اوراق قبض ناولا لا الى اوراق قبض برسم التحصيل دي القيد دي خطط التاني من حساب اوراق قبض برسم القطع الى حساب اوراق قبض ايوة هو دي القيد الصح ولا من حساب البنك الى حساب اوراق قبض لا طيب نشوف العملية خمسة الاخيرة قبول المنشاة كمبيالة الله على الجمال قبول المنشاة كمبيالة ايوة اللي بيقبل بيدفع طالما انت قبلت الكمبيالة كتبت عليها مقبول الدفع يعني انا معترف بالدين اللي عليها يعني انا موافع على كل اللي جي فيها ايه بحا نتفحها ومعنى نتفحها يا استاذ حسن يعني ايه يعني اوراق دفع طب اوراق الدفع دي ايه طبعتها ايه ده ايه ايه اوراق القبض مدينة تمام كده في حالة نشآتها يعني اول ما ناخد الكمبيالة من الراجل بنقول من حساب اوراق قبض مدينة بعد كده نبعتها للبنك للتحصير نبعتها للبنك للقاط نظهرها يعني ننجلها لوحد تاني هننزلها تحت ونبقى نقوليه لأوراق القبض زي اللي أنا لسه شرحها دي اللي فوها دي اربعة اللي هي من اوراق قبض برسم القط طلحتها من محفظة اوراق القط يبقى كده المحفظة ناصد بواحدة يبقى من اوراق قبض برسم القط الى اوراق قبض طيب خلينا في خمسة قبول المنشاكة مبيالة بمبلغ ستة الاف جنيه لأمر المورد ناجح المزين فيكون القيد مورد اسمه كده وخلاص يبقى أنا قبلت كمبيالة يعني أكيدنا أنا علي فلوس لواحد اسمه ناجح المزين تمام جي طلبني قولي هات الفلوس اللي عليك يا عم حسن يا برامو قلت له والله ما عنديش نقضية ما فيش في الخزينة قال لي طب حرار لي شيك اكتب لي شيك وروح نصرفه من حسابك اللي في البانك قلت له ما ليش حساب جاري في البانك قال لي طب أنا مش ماشا اللي هم ناخد حق قلت له طيب هتعمل لي يعني قال لي حنكتب عليك كمبيالة وانت تمضيل عليها آه نقول له ماشي يا عم نكتب يا عم اكتب وانا يا عم والله لازم ندفعها لك ماشي في التاريخ اللي انت هتحدده لازم ايه هندفعها لك ايه هو لما نكتب الكمبيالة انا ما ضط له عليها بكلمة اسمها مقبول الدفع يعني انا معترف وموافق على كل ما جاء بالكمبيالة ويا عم أنا هندفعها لك فكلمة قبول المنشئة كمبيالة يبس ما اوراق دفعاء واوراق الدفع ده حساب ايه دا اين طب ونلغي بقى نقفل حساب مين المورد اللي هو اسمه ناجح المزين يعني القيد يا استاذ حساء من حساب المورد ناجح المزين الى حساب اوراق الدفع دا القيد طب نشوف القيود من حساب اوراق القبض الى حساب ناجح المزين لا دا انا ما خدش منه كمبيالة دا انا ما ضط له على كمبيالة التاني من حساب ناجح المزين الى حساب اوراق الدفع ايه هو دا القيد الصح هو دا القيد الايه الصح طب التالت من حساب ناجح المزين الى حساب اوراق القبض لا القيد دا من الصح يبقى الصح نوبا اللي هو في الوسط ده طب دولي كم حالة خمسة نقشناه وجوبناه كويس جدا وحلناه إجابتهم فين بقى هتنزل معا دلوقتي بس تحت كده شوف سبعنا فين إجابة ألفه القيد الأولاني هو من حساب الخزينة أنا مذكورين حساب ضريبة المبيعات 2000 وحساب المبيعات 20,000 القيد الثاني من حساب المسحوبات لحساب المشتريات 500-500 القيد الثالث من مذكورين حساب الخزينة 7,000 حساب الديون المعضومة 2000 لحساب العملاء 9 القيد الرابع من حساب أوراق قبض برسم القطعة لحساب أوراق قبض 4,000-4,000 القيد الخامس الأخير من حساب ناجح المزين لحساب أوراق الدفع 6,000-6,000 جميل؟ جميل قوي طيب ناخد سؤال تاني بقى ماشي؟ ناخد سؤال بسيط على حاجة اسمها ميزان المراجعة على إيه؟ ميزان المراجعة هو يستاذ حساب ميزان المراجعة ده يعني وضعه إيه؟ وبعدين بالمجميع ولا بالأرصدة؟ لا يا سيدي بالأرصدة انسى بقى خلص حكاية ميزان المراجعة بالمجميع ناخد سؤالها حاجة اسمها دورة المحاسبية دورة يعني ديرة كاملة هي بتبدأ بقيود اليومية اللي هو التسجيل في دفتر اليومية العامة تاني مرحلة اسمها بقى الطرحي إلى دفاتل الأستاذ جميل رحلنا فتحنا حسابات حساب الخزينة حساب البنك حساب المبيعات حساب المشترات كل الحسابات الموجودة في دفتر اليومية بنفتح لها حسابات اسمها دفتر الأستاذ تمام؟ ومنرحل القيود ليها طب وبعديها منرصد دفاة للأستاذ منرصد الحسابات دي جميل؟ بيطلع لنا رصيد زي ما هنشوف كمان شوية رصيد الأرصيدة دي هناخدها ونحطها في الخط ورقم ثلاثة اللي اسمها ميزان المراجعة اسمها ايه؟ ميزان المراجعة الأرصيدة المدينة هتتحط في الجانب المدين باسمه أرصيدة مدينة والأرصيدة الدائنة تمام؟ كده؟ هتتحط في الجانب الداينة اللي ارصيدة ايه؟ دائنة حسب طبيعة وجنس الحساب طبيعته يعني ايه؟ يعني الحساب ده هو أصلا وجد مش هنقول ادخلها يعني هو وجد طبيعته جنسه فصلته مكوناته انه حساب مدينة خلاص يبقى هتتحط في الارصيدة المدينة طب والتاني حساب دائن بطبيعته يبقى هتتحط في الارصيدة الداينة ركز معايا؟ جميل يبقى انت بتقول لي ايه هو ميزان المراجعة؟ تمام كده؟ الميزان ده عبارة عن قائمة بالارصيدة المدينة والارصيدة الدائنة اللي هي ظهرت في نفاته الايه الاستاء؟ ولابد حتما وغصبا عن حبة عينك لازم الارصيدة المدينة تساوي الارصيدة الدائنة ياسمه ميزان يعني كفتين متسويتين جميل؟ طيب بس خد بالك والستاذ حسن ساعات بيدينا في الحسابات حسام مجهود زي التمرين اللي هناخده ده 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 تمرين مبسط طبعا عشان ظروف الوضع اللي احنا فيه والكورونا والامتحانات والزمن ساعة يعني احنا بقدر مستطاع من ايه؟ من بصاته العملية اللي هنه حتيجي بسيطة يعني اطمنوا جدا المتحانات حتيجي بسيطة والثالثة وسهلة جدا طيب نقرأ بقى الايه؟ يبقى نبقى الميزان المراجعة قائمة او كشف بالارصيدة المدينة والارصيدة الدائنة التي ظهرت بدفاته الاستاء وميزان المراجعة لابد ان يتساوي جانبيه اللي هي الارصيدة المدينة والدائنة طيب لو عندي حساب مجهول هقولك نعمل لي دلوقت؟ امشي معي الأرصيدة الآتية مستخرجة من دفاتر منشئة الإخلاص في 31-12-2017 وأظن ما فيش طالبة وطالبة يعني يا أستاذ حسن في المدينة المراجعة حدينا الارصيدة المدينة الوحدية والدائنة الوحدة يا عمي الله يبارك لك فتح شوية إزاي حديك ارصيدة مدينة ورصيدة دائنة إذا كان عايزك ده هو عايزة الحسابات اللي حديها لأ أنت تجيب منها الأرصيدة المدينة الوحدية والأرصيدة الدائنة الوحدية لا أمالحكيات بيدينا الأرصيدة المدينة والدائنة دي فين ده لسه في الحسابات الختمية والميزانية العمومية جميل كاتب لأول حاجة تعالوا واحدة وحنا نحللها كده خمسين ألف حساب المشتريات تقول لي من أولى المشتريات دي مدينة ورافوا عليك إيه بحطت حط في الأطصيد المدينة الله يفتع عليه تقول لي الخمسين ألف ها وراها تلاتين ألف حساب المبيعات تمام؟ تقول لي المبيعات دينا أنا بقول لك أبوك متجوزتني أمك اسمها المشتريات دي مدينة وما عادة في الشقة الفوانية تمام؟ مرت أبوك اسمها ايه؟ المبيعات المبيعات دي ستة حجمها ايه؟ حجمها عائلة كبيرة كده تقيلة خينة أو كده فما عادة في الدور التحتاني الشقة التحتانية اللي هي الإسماء الايه؟ اللي هي الحسابات الدائنة اللي هي الأرصيدة الدائنة يعني تحت إبقى المشتريات أمك دي نحيفة ورفيعة زغيرة كده مسمسمة صغيرة كده ما عادة فوق تمام؟ أما المبيعات اللي هي مرت أبوك التخينة دي ما عادة فين؟ تحت ما يصل لو مرت أبوك طلعت فوق الشقة الفوانية وأمك تحت مرت أبوك هتخرم السقف وتنزل على دماغ أمك تحت فما ينفعش إبقى المشتريات مدينة المبيعات دائنة جميل طب المدينيين من اسمها حساب المدينيين اللي هو اسمهم العملاء أو الزماء إبقى ده حساب مدينيين طيب والدائنين اللي اسمها إيه تاني؟ اللي اسمها المطلوبات أو الموردين دائنين إبقى حساب دائنة يعني في الأرصادة الدائنة جميل وراها طبعا دي 9000 3000 جنيه حساب مردودات داخلها الله على اللي جاية دي بقى مردودات يا أستاذ حسن داخلها داخلها اللي هي مردودات المبيعات أيبا بضع كنا بيعناها وخرجت من عندنا وردت لنا تاني ردت لنا تاني دخلت علينا تاني أيبا المردودات الدخلة دي مردودات المبيعات جميل راحزتنا أنا لسه كمان شو أقول لك حاجة جميلة المبيعات هي طبعا اللي تلسه بتقول لنا دائنة مخلفة 3 بنات بيت اسمها مردودات المبيعات ومسموحات المبيعات وخصم على المبيعات اللي هو خصم أسموح به التلت بنات دولي عكس أمهم الأم دائنة بنتها الثلاثة مدينين أيبا مردودات المبيعات اللي اسمها مردودات داخلة ومسموحات المبيعات وخاص مع المبيعات دي حسابات كل مدينة وحقول لك حتى جميلة دلوقت طيب يجب المرضودات الدخل التلات تلف ديت تبع لأرصد المدينة يبقى كيد الخامس تلات اللي هي المرضودات الخارجة اللي هي دي اسمها مرضودات المشتريات بعد ما اشترينا بضاعة وفحصناها لقينا فيها جزء مخالف للعينة غير مطابق للمواصفات تالف رجعناها خرجناها من عندنا راح للمورد صاحبه دي اسمها مرضودات المشتريات كذلك المشتريات ماشي مخلفة تلات بنات المشتريات مدينة مخلفة تلات بنات مرضودات المشتريات ومسموعات المشتريات وخصم على المشتريات اللي هو الخصم المكتسع تمام التلات بنات ما يستوش مع امه الام مدينة بنتها دينين ايبا مرضودات خارجة مش كده دي دينة اللي هي مرضودات المشتريات وحقول لك حتة جميلة مش انت بتقول المشتريات والمبيعات زي الضرائر ايوة ما بيستويش مع بعض ايوة وكل واحد اعدى في حتة ايوة المشتريات فوق بتبعت بناتها الثلاثة لضرتها اللي هي المبيعات تحت اه يعكسوا فيها وينخسوا فيها يبال المشتريات اعدى فوق ومرايح ادمخها ومنزل بناتها الثلاثة اللي هي مرضودات المشتريات ومسموعات المشتريات وخاص مع المشتريات فين مع ضرتها تحت اللي هي المبيعات طيب بالله عليكم المبيعات هتسببها في حالها طيب المبيعات ترخلهم خلفها تلت بنات وتلت بنات بسم الله ماشاء الله ادخل من أمهم حاجة تقيلة كده ماشي اللي هي مرضودات المبيعات ومسموحات المبيعات وخاص مع المبيعات تعمل ايه تطفشهم وتقول لهم اطلعوا عند مرض ابوكم عند المشتريات فوق اظن كده واضحة طيب انت بتقول لي مرضودات دخلة دي ايه ارصدة مدينة ايوه ومرضودات خارجة ارصدة دائنة جميل تقول لي طيب وفرد يا استاذ حسنا انا اطلع بط في الامتحاء وانا سيد هقول لك حتة جميلة حصريا مش هتسمحها لما انه نحن في كلمة المرضودات الدخلة والمرضودات الخارجة احنا لما انت بندخل بيتنا بيوتنا اي واحد بيدخل بيته او بتدخل مثلا المسجد او فلان بيدخل الكنيسة المفروض انك بتدخل برجلك اليمين الله طب ولما انت اخرج تخرج برجلك الشمال طب تقول لي ايه علاقة دي بدي بقى اقول لك انا ايه بالداخل على اليمين والخارج على الشماء اه يعني المرضودات الدخلة هتبع على اليمين يعني في الرصد المدينة ايوا والمرضودات الخارجة ها اللي بتخرج برجلها الشماء هيبعى عن ناحية الشمالة الارصد ايه الدائنة كده عمرك في حياتك ما تنسى الداخل على اليمين والخارج على الشمال طيب جميل عشر تلاف الاساس الاساس زي بحناخد فيه مبع ده اصل من الاصول السبتة وكل الاصول اللي في الميزانية العمومية حسابات مدينة مدينة يبقى الاساس تبع الايه تبع الارصد المدينة طب الايجار اربع تلاف تقول لي الايجار ده مصروف من المصروفات والمصروفات اللي حناخدها تمام كده ماشي بمصروفات العادية اللي بتخص السنة تمام زي الايجار والاجور والنور والاكراميات والتبرعات والحاجات دي كلها المصروفات دي مدينة يعني الأساس مدين في الارتصال المدينة والإيجار مدين أيوا طيب 6,000 جنيه خصم مسموح به ده رأخر مدينة خصم مسموح به مدينة طيب أخوسم إيه خصمه مكتسأ يبقى ده دايق الخصم المسموح به مدين والخصم المكتسأ بايه دايق جميل أوي رأس الماء مجهور دي اللي أنا كنت بقول لك عليها رأس المال مجهول؟ أيها مجهول طيب رأس المال طبحته السنة دي في سنة أولى بس أعرف أن رأس المال داين في سنة أولى أعرف أن رأس المال داين لحين ما نقعده في سنة تانية إن شاء الله لما يتم تخفيض رأس المال يبيه مدين وكده طيب بالمبلغ مش موجود يا أستاذ حسن نقول لك ماشي يا سيدي اكتب كلمة رأس الماء واسيب لها مكانها في الأرصدة الدينة خلاص؟ طيب إيه المطلوب بقاها؟ تصوير ميزان المراجعة في 31-12-2017 الإجابة ميزان المراجعة في 31-12-2017 الأرصدة المدينة على اليمين الأرصدة الدائنة على الشماء ولازم محتمل ولا بد وغضبا عن حبة عينك لازم مجموعة الأرصدة المدينة سوى مجموعة الأرصدة الدائنة بس أنا عندي يا سيدي حسن حسن رأس المال مجهول سأقول لك تعمل فيها يا أخي المشتراتة خمسين ألف مدينة المبيعات تلاتين ألف دائنة هذه 7000 جنيه المدينين مدينة هو 9000 الدائنين دائنة هو مرضودات دخلة برجلها اليمين أي على اليمين في الأرصدة المدينة 3000 مرضودات خارجة برجلها الشمال في الأرصدة الدائنة على الشمال الأساس 10,000 مدين الإيجار 4000 مدين خصم أسموح به 6000 مدين خصم مكتسب 4000 رأس المال كان مجهول حلو قوي يجب هنا الحاجة اللي نقص المجولة في الطرف اللي هي الأرصدة الدائنة يبقى الكفة دي نقص حاجة يقول لك اجمع الكفة الكاملة الكفة الكاملة اللي هي في كل حاجة آه يجب أنا حنجمع الطرف هنا الأرصدة المدينة حبيبي أدي خمسين ألف زائد سبعة يبقى سبعة وخمسين زائد ثلاثة أدي ستين ستين زائد عشرة أدي سبعين سبعين زائد أربعة أربعة وسبعين زائد ستة أدي تمانين ألف أيواي بأى الأرصدة المدينة هاي تمانين ألف بقولك لازم محتمى الأرصدة الدائنة تبقى كام تمانيين طي حلو معايا اهو تماني دي هنجب هنا تعالج بأى الأرصدة الدائنة أنا عندي دي تلاتين ألف زائد تسعة تسعة وتلاتية زائد خمسة أربعة واربعين زائد أربعة تمانية واربعين يعني الشوية دولي عمدين كام تمانية واربعين ألف ماشي بس هم لازم يسوي كام لازم يتملوا الكامل تمانين عشان يجبع الأرصدة المدينة نسوي الأرصدة الدائنة نقول له آه يبا تمانين ألف ناقص التمانية واربعين ألف اهو هنجيب المتمم اللي بنكمل بيل كفة بتاعت الأرصدة الدائنة اللي هو كان مجهول هنا اهو اهو يبا رأس المال تمانين ناقص تمانية واربعين يبا تنين وتلاتين ألف ده ميزان المراجعة بالأرصدة خلاص طيب هنكمل تمرين تاني ان شاء الله طيب هنشوف بقى السؤال التاني السؤال ده عليها يا أستاذ حسن بقى على قيود اليومية احنا خدنا في الجزء الأولاني في المرة اللي فاتت دي من شوية قيود يومية بس دي كان سؤال ايه اختيار من المتعدد دي لأ بافتراض انه هيجيب لك ايه يعني شوية قيود بصات كده صغيرين عشان ظروف الامتحان وساعة زمن انا شرح لك كله هو اللي يجي بقى يجي السؤال التاني بقول لي العمليات الاتية تمت في منشاة السعادة خلال شهر أبرير 2018 العمليات الاتية طيب هننزل بقى تحت كده طيب انت عايز تحت ايه المطلوب واحد اثبات قيود اليومية اللازمة بضفطر منشاة السعادة طيب ده المطلوب الاول اتنين تصوير حساب الخزينة بضفطر الاستاذ طيب انت عايز قيود يومية وتصوير دفطر اليه الخزينة بضفطر الاستاذة وحساب الخزينة ماشا توقفنا على الله يبقى منقول للعمليات الاتية تمت في منشاة السعادة خلال شهر أبريل 2018 واحد أربعة تقول لي استنى صور لي الاول دفطر اليومية واستاذ حسن صور لي دفطر اليومية اللي حنعمل فيه قيود اليومية يا سيدة ها قيود اليومية منشاة السعادة ادي عندي الطرف المدين والطرف الداين والبيان والتاريخ هم الأربع خانات دولي بس مدين داين البيان التاريخ ماشا ايه ده بقى واحد أربعة يبقى حنيف خانة التاريخ نبقى واحد أربعة بدأت أعمالها التجارية وصح من الأول كده تقول لي بدأت أعمالها التجارية يبقى عندنا رأس مال عندنا رأس المال ورأس المال دايق الله ادي نص القيد قبل ما نكمله نص القيد عرفته ماشي بدأت أعمالها التجارية بمبلغ كام 80 ألف جنيه كويس التمانين دولي عبارة عن ايه متمثلين في ايه ده أحيانا كما نقولك ايه يقولك بدأت أعمالها التجارية برأس مال الله برأس مال يعني حتى كلمة رأس المال اللي حد بدأينا بيكتبها لك ساعات ماشي بدأ بـ 80 ألف جنيه منها 30 ألف جنيه بالبنك والباقي نقضية آه يعني 80 ألف مش هتحط كلهم في الخزينة لا ولا كلهم في البنك لا ده منهم 30 ألف في البنك آه والخمسين ألف البنكين في نقضية طب نقضية فين في الخزينة هنعلمك بقى أصول المحاسبة صح حبيب الغالي طالما أنت لسه فوقها تجاري وبتتأسس تسمع الآتي أنا عندي حصلتين حصلتين حصلة اسمها الخزينة والخزينة دي في متناوى الإيدي اللي يا جماعة بالبلد بالفلاحي كده لو أنا صاحب دكاء الدرج بتاعي الدرج بتاع دي الخزينة بتاعتي آه يبقى الفلوس اللي فيها في متناوى الإيدي أدي أول حصالة وممكن يكون ليه حساب جاري في البنك في البنك عندنا في البلاء حساب جاري ليه فلوس سناء يبقى دي اسمها الحصالة التانية آه يبقى دي في حصالة تحته دي اسمها الخزينة وحصالة بعيد عني اسمها البنك تمام كده؟ جميل اسمها اللي جاي بقى إن حطيت فلوس في الخزينة في الآي في الدرج اللي قدامك ده ها يبقى الخزينة حتزيق تبقى مدينة طب ولو وديت فلوس في البنك هناك في الحصالة اللي هناك يبقى البنك يزيد يبقى كلمتين تعرفهم من البداية كده تحط في الخزينة يبقى مدينة وتزيد تحط في البنك يبقى مدينة ويزيد يبقى نفهمتك بس من الأول كده عشان تفرق بين الخزينة والبنك جميل إيبا بدأت أعمالها التجارين مبلغ تمامين ألف جنيه منها تلاتين ألف جنيه بالبنك إيبا البنك زاد مدي والباقي نقضية فين في الخزينة إيبا الخزينة زادت بخمسين ألف ماشي إيبا مدينة إيبا أنا عندي حسابين مدينين البنك مدين بثلاتين ألف والخزينة مدينة بتأتي بخمسين ألف وطالما هم أكتر من حساب بنقول من مذكورين حساب البنك تلاتين ألف وحساب الخزينة خمسين ألف ها دول مكونات إيه رأس المال تقول لي بس هو ما زخاليش أنا كلمة رأس المال ما أنا بقول لك حبيب بداية الأعمال التجارية دي رأس المال آيبا من مذكورين حساب البنك تلاتين ألف وحساب الخزينة خمسين ألف إلى حساب رأس المال بتمانين ألف أيوما تعلمتنا بقى في الفيديوهات والحصص والمحاضرات اللي شعط لكم قبل كده ماشي اللي أنا قلت لك فيها يا حبيبي رأس المال داي جميل مش كده طيب معنى ذلك إن الثمانين ألف رأس المال دولي الخزينة ساهمت فيهم بخمسين ألف والبنك ساهم بثلاثين يبقى القيدي يا أستاذ حسان أهو واحد أربعة من مذكورين حساب البنك بص من يعني كون الحسابات اللي جاية حتتحط في الطرف المدينة يبقى من مذكورين حساب البنك تلاتين ألف حساب الخزينة خمسين ألف إلى حساب رأس المال ثمانين ألف أيوة ما أنت كنت قلت لنا في حد سمع طريقة القيد المزدوأ جاء آه اللي هو الحبل اللي كنت بتكتفنا من إيدينا الاتنين أيوة اللي هي لكل عملية مالية طرفان أحدهما مدينة والمدينة هم والآخر دائل وبنفس القيمة أيوة بالطرف المدينة هوا تلاتين ألف زاد خمسي إبقى لازم الداني باكيام تمانين طب خلص القيد خلص بس يا أستاذ حسنا المسطر بتاعنا أو المسطر بتاعتنا بتكتب لين حاجة ساحت كده تحت أيوة حسابة حسنا شرح القيد شرح قيد ده عملية مختصرة للعملية المالية كلمة إيه وإن كان مش بالضرورة باهتمام يعني طب لو هنكتب تحت أنا هنقول إيه بداية الأعمال التجارية بس ركزين تلول على القيد يبقى من المسكورين حساب البنك تلاتين ألف وحساب الخزينة خمسين إلى حساب رأس الملك يهم تمانين ألف طيب خمسة أربعة اشترط بضاعة الله من أولها كده نشتري بضاعة تغمط كده زي العمية وتقول من حساب المشتريات تمام من خمسة وثلاثين سنة من ستة وثلاثين سنة وأنا بقول الكلام ده شين بضاعة يعني الشراء بضاعة من حساب المشتريات طيب لو اشتريت أي حاجة تانية بغير البضاعة تقولي يعني إيه حاجة تانية هنعرف دولات حالة آه ممكن نشتري أصل من الأصول نشتري أساس نشتري آلات نشتري سيارات تمام بتتكتب باسمها والكلام ده أنا شرحه في المحاضرات اللي قبل كده وبالفيديوهات والحصص اللي قبل كده طيب اشتريت بضاعة أنا عرفت نص صرقي ده من حساب المشتريات يبطل في المدينة عرفت اشتريت بضاعة مبلغ 30 ألف جنيه من محلات سمارة تمام عرف لو لحد هنا بس كده هنقول من حساب المشتريات لحساب محلات سمارة ب30 ألف جنيه لكن ده كامل بخصم تجاري 10% أيوة خصم تجاري آه يعني أنا لما نشتريت بضاعة من محلات سمارة آه قلتل لا يا عم 30 ألف ديامة انت كده بتغلى عليها الأصعاء اللي والله منزع عليك لحنديك خصم تجاري ماشي 10% نقول له درجة يعني ما نعرفش أو يعني يقول لي يعني يقول لي يسبر علي كده 30 ألف هنضربهم في 10% هتعمل 3000 جنيه 3000 جنيه هنطرح حملة من الثلاثين ألف يزيد كام 27 ألف جنيه يقول لي دولي أنا أعيزهم منك بس نقول له الله يعني 27 ألف يقول لي أيوة سبت لك ثلاثة يعني أنا حنعمل القيد بكام يا عم صمارة يقول لي تعمل القيد بتاعك بال27 ألف جنيه بس جميل فهمنا الخصم التجاري حسبناه ازاي ماشي اللي قلت 30 ألف في 10% بتلات تلاف هنطرح الثلاث تلاف من الثلاثين عشان يدين الصافي 27 ألف ده اللي هنعمل بالقيد ركزي أننا اشتريت من صمارة أهو أهو وما ده ما عطلوش فلوس يعني بالأجل يعني على الحساب يبقى القيد من حساب المشتريات إلى حساب محلات صمارة القيد أهو 5 أربعة من حساب المشتريات إلى حساب محلات صمارة 27 27 مدينة 27 ألف 27 ركزي أننا كده عالية لمحلات صمارة ك27 ألف جنيه تمام طيب كمل سبعة أربعة اللي أنا لسأيلها اشترت أساس للمحل أساس آه ده أصل ثابت تمام يتكتب باسمه قلتك أي حاجة غير البضاعة بتشتري البضاعة بتقول حساب المشتريات أي حاجة تانية تشتريها سجلها باسمها اشترت أساس للمحل بمبلغ 8 ألف جنيه ناق دن آه يعني اشترت الأساس ودفعت اشترت الأساس وروح تفتح الخزينة كده أخذت منها 8 ألف جنيه وقالت للباعة تفضل 8 ألف جنيه آه يعني الخزينة هنا نقصت أيوة يعني الحصالة بتاعتنا اللي تحت يدينا نقصت أيوة نقصت إلى حساب الخزينة أهو 7 أربعة من حساب الأساس إلى حساب الخزينة 8 ألف 8 ألف جميل 9 أربعة ردت الله من أولها ردت يبقى في مردوداء بس ما تستعجلش لأننا عندي أنا لسا ألميت شوية في مردودات مبيعات في مردودات مشتريات ودي غير دي نشوف بس بالراحة كده ردت بضاعة تلفة لمحلات صمارة قيمتها ألفين جنيه بس تركز معي على حد هنا ردت المين لمحلات صمارة نقول لي نفسي طيب يا محلات صمارة دي كنت شارم منها ولا كنت بايع لها ده أنت بتقول ردت لها معنى ردت لها يبقى أنك تشارم منها طيب يا عم خليني مش هنفهم دي نقول لك نعمل إيه بقى تطلع بنظرك كده لفوق تطلع بعينك لفوق في القيود تشوف القيد اللي فيه كلمة محلات صمارة نقول له أيوة أيوة ده يوم خمسة أربعة فيه كلمة محلات صمارة وهنا محلات صمارة دينة يعني البضاعة اللي أنا اشتريتها منها لما رحت المحل وفحصتها لقيت فيها جزء تالت أو جزء غير مطابق للمؤصفات أو جزء مخالف للعينة رحت أخده ورديته لمحلات صمارة قلت لهم إيه بضاعتكم ردت إليكم سالمة بضاعتكم عندكم هيخدوها ردت لهم بكاء بألفين جنيه حلوة أوي طب أنا يصحصي كان عليها لهم سبعة واشرين أيوة يا سيدي دلوقت حنقص من السبعة واشرين الألفين طب نسميهم إيه بقى مرضودات مشترياء جميع طب ودي تتحط فين منت قلت لي الأم اللي هي المشتريات مدينة وقلت لي بناتها التلاتة ديني هاي بأمردودات المشتريات دي حتنزل تاح ورح تكمل بقى اللي وسددت لها المستحق نغضة آه يعني إحنا كان علينا لمحلات صمارة بكم يا عمي بسبعة وعشرين نكز على الكلمة اللي حتطلع من لساني يعني صمارة هنا كان دايل محلات صمارة سبعة وعشرين هنقفل حسابه نلغيه خالص نخلص عليه هنخليه مدينة بسبعة وعشرين حلم أي حساب عايز تلغيه عايز تقفله اعكسه اعكسه يعني إيه هو أنا كان دايل هنخليه مدينة تمام مدينة بالكاة بالسبعة وعشرين ألف آهو بص معي حالا هي من محلات صمارة كان دايل بسبعة وعشرين خلتها مدينة بسبعة وعشرين طب السبعة وعشرين دولي ردتهم منهم بكاة بألفين أهو ماشي سمتها مرضودات مشتريات دي دينا ورحت مطلع له الخمسة وعشرين البقين من إيه من الخزينة يبقى الخزينة مالها مقاصد بخمسة وعشرين وانت بتقول لنا قال هو القيد المزلوج أيوة يعني صمارة ده أصبح مدين بسبعة وعشرين ده عشان نفل حسابه يبقى الطرف الدليل من بسبعة وعشرين يبقى القيد من حساب محلات صمارة إلى مزكورين مرضودات مشتريات أيوة دينا بألفين وحساب الخزينة خمسة وعشرين لأن الخزينة نقصت يبقى هنا الطرف المدينسة والطرف الدين يبقى من حساب محلات صمارة سبعة وعشرين إلى مزكورين مرضودات المشتريات ألفين وحساب الخزينة كام بخمسة وعشرين ألف جميل تعالى اتناشر أربعة باعت بضاعة تقول له لها مبيعات ومبيعات دينا قال له مرطبوك ست التخينة اللي تحت دي اللي قعدة تحت يعني في الطرف الداي باعت بضاعة مبلغ خمسة ألف جنيه بس بشيك الله باعت واخدت شيك شكرا طب عملت ايه في الشيك ده بقى أرسلته للبنك للتحصيل والله لسه إيلا شوية في السؤال الأول زيها ساعة ما كنت بقول بنبعت ايه كمبيالة للبنك للقاطعة أو للخاص وكنت منقول فيها من حساب أوراق قبضي برسم القاطعة قلت لك طب لو بعتنا كمبيالة للبنك للتحصيل حنقول من حساب أوراق قبضي برسم التحصيل لا ده المراضي شيك بعت واخدت شيك ها على طول جاريت بيق على البنك قلت له يا بنك حصل لي الشيك ده قلت بلك حصله لي ولمان الفلوس تيجي تضيف الفلوس دي لحساب اللي عندك اللي في البنك يعني حصلت اللي عندك حزيم جميل يبقى أنا بنص الأول باعت بضعي يبقى طبع إلى المبيعات يبقى المبيعات دينة تحتها طب إيه المدين بقى المدينة بتقول الشيك باعته للتحصيل يبقى من حساب شيكات تحت التحصيل في الكنبيالات بنقول برسم لا هنا من حساب شيكات وحقول لك يعني كلمة تحت التحصيل إلى حساب المبيعات فين 12 أربعة هو من حساب شيكات تحت التحصيل إلى حساب المبيعات 15 ألف 15 ألف طب يعني يا أستاذ حسن كلمة تحت التحصيل آه يعني قد تحصل وقد ترفق يعني ممكن البنك يفاجأ أن الشيك اللي أنا باعته ده ماشي الراجل العميل اللي عطولي مالهوش حساب جاري مالهوش فروس بالبنك يبقى الشيكة رفع يبقى نشيل له لصاحبه تاني أنا منبهلك منبهلك بس كلمة تحت التحصيل يعني قد يحصل أو قد يرفض طيب نشوف بقى القيد اللي بعده خلصنا من 12 أربعة 15 أربعة سحبت مبلغ 5000 جنيه من البنك أو دعتها الخزينة الله على الجمال هتقول لي على طول يا أستاذ حتسحبت مسحوبات إيه ده يا عم علي إيه ده ما ده اللي بتغلط الطالب والطالبات أو المالكة متسحبت يقول لي مسحوبات يا عم إيه ده شوية ليس كل ما يسحب يسمى مسحوبات آه ده أنا حنسمع كلمة جميلة دلوقت حاجة اسمها تحويلات وحنسمع حاجة بسحمة الأول مرة ماشي اسمها المليانة بتكب على الفضية وحاجة اسمها اللي معاي يدي اللي معهوش الله ده كلام حلو أهو سحبت مبلغ 5000 جنيه من البنك أو دعتها الخزينة آه بيفتح الدرج كده الخزينة لا ألا الدرج ما فيهوش فلوس خزينة فضية طب نعمل إيه وأنا محتاج فلوس حنجري على طول على البنك البنك ما نليه فلوس هناك في الحصالة بتاعت اللي في البنك هناك في حساب الجاري حنجيب فلوس من البنك نحطها في الخزينة آه يعني بنجيب من الحصالة البعيدة ونحط في الحصالة القريبة يعني جبت من البنك يبقى من قصة البنك حطيت في الخزينة الخزينة زادت آه وقمها أصلي دي حسابات إيه اللي اتنين دي حساب مدينة هو أنا زودت الخزينة هنخليها مدينة مش كده بس نعصت البنك ما نخليه دايق دي اسمها المليانة كبعة الفضية يعني اللي معاه يدي اللي معهوش البنك فيه كتير جبت منه حطيت في الخزينة الفضية الغلبانة دي طيب يبقى كده الخزينة زادت والبنك ناقص دي اللي اسمها يا أستاذ حسن تحويلات وحناخدوها في الترمي التاني إن شاء الله في محاسبة الترمي التاني في حاجة اسمها دفتر النقدية التحليلي اسمها تحويلات يعني أنا حولت من البنك للخزينة يبقى الخزينة زادت والبنك ناقص وحتة جميلة وحصرية ومسهب لعنا اللهم الفقير عرف أنا هنا أقول لك إيه القيد إيه من التانية للأولى يعني من التانية للأولى قال الله هي مش الأولى اسمها البنك كلمة البنك היא والتانية اسمها الخزينة يبقى القيد من التانية يعني من الخزينة إلى مين الأولى اللي هي البنك يبقى القيد من حساب الخزينة إلى حساب البنك تمام آه هو يعني 15-14 من حساب الخزينة حسب ليه البنك دي اسمه يبقى تحويلات مش معنى انه قالك سحبت يبقى مسحوبات لا طيب 17 أربعة باعت بضاعة تقول لي ماشي من أولا كده دي ما بيعات احنا لسه قديم واحد زي يا سيدي طيب ما تستعجلش باعت بضاعة مبلغ 20 ألف جنيه إلى محلات الإيمان بخصم نقضي 10% آه دي وقت خالي عشان الحتة دي بقى باعت بضاعة 20 ألف جنيه جميل إلى محلات الإيمان طب لحد كده القد حيب يبقى ياستس حساء مات sobre ما بيعاتهم المبيعات دي هنا تحت ماشي وبعنا لمحلات الإيمان ما أخدناش منها فلوس احنا لو أخدنا فلوس حطناها في الخزينة حالون من القزينة للمبيعات أخدنا شيك حاطناه في البنك حالون من حساب البنك للنبيعات أخدنا شيك وغارينا بي على البنك يحصل لنا حنقول من شيكات تحت أصيل حساب المبيعات جميل لدي هنا ما أخدناش حاجة خالص بس يقول لي بخصم نقضي 10% أنا شرحت الخصم التجاري بالتفصيل لما نبيعنا لمحلات الإيمان 20 ألف جنيه 17 أربعة ركز معي هنا بات تواريخ عليها عامل مهم جدا 17 أربعة 20 ألف جنيه معاك فلوس يا محلات الإيمان طب هتدفعي همتة ربنا سهل فإحنا قلنا لطي بصبح هنغريها لو جيت وتدفعوا 20 ألف جنيه دي دولي خلال أسبوع مثلا خلال أسبوع يوم ما تيجوا تدفعوا مش هتدفعوا العشرين ألف كلهم ده أنتوا هتستفيدوا بخصمك 10% إمتى هتستفيدوا يا محلات الإيمان بالخصم النقضي 10% يوم ما تيجوا تدفعوا بس بشرط يكون خلال أسبوع طب لو عدى الأسبوع وما دفعناش هتدفعوا العشرين ألف كلها كمل بقى كده بعد بضاع مبلغ عشرين ألف جنيه إلى محلات الإيمان بخصم نقضي كام 10% إذا تم السداد خلال أسبوع آه دي المهلة اللي إحنا مسمحين بيها أو محددينها لمحلات الإيمان عشان كده حبيبي الخصم النقضي بنسميه حاجتين كمان بنسميه خصم تعجيل الدفع يعني كل ما تعجل وتسر أو تدفع هتستفيد بالخصم جميل طيب السؤال بقى للأسكياء اللي وحضراتكم أحكيت كلكم أسكياء ما شاء الله طيب أفرد قلتولي يعني راجل أيوة راجل كلام رجالة كلام رجالة يعني لو جيت ندفع خلال أسبوع مش هتاخد مني العشرين ألف جنيه هتسيب لي يومها عشر في المئة نقوله وإيه يقوله طب تعايا عم هندفع النهاردة هندفع دلوقت حالة نقوله حلال عليك كده كده هتاخد الخصم النغضي طيب طيب يبقى الحد النهاردة بقوله وإيه باعت بضاعة مبلغ عشرين ألف جنيه إلى محلات الإيمان بخصم نغضي كام عشر في المئة إذا تم السادات خلال إيه أسبوع إحنا الحد النهاردة ما نعرفش بقى محلات الإيمان هتدفع خلال أسبوع أو ما تدفعش مش عارفين يبقى حنعمل القيد بكام يا أستاذ حسن بالعشرين ألف جنيه كلهم تمام آه يقبى القيد من حسام محلات الإيمان إلى حسام المبيعات ده سبعتاشر أربعة عشرين ألف عشرين ألف كنا زمان كده نقول للطلبة والطالبات عشان ما تنساش أنت ممكن تيجي هنا في حتة الهزة فاضية كده وتكتب عشرة في المئة أسبوع آكا تذكرة عشرة في المئة أسبوع يعني فيه خصم نقضي قيمته عشرة في المئة لو محلات الإيمان استددت خلال أسبوع طب أنا بكتب نقول أيوة احنا كنا بعلها يوم كام كذا طب يا ترى الإسبوع المهل اللي كنا عطينا هل عدى ولا لسه أصلي لو عدى هتدفع العشرين ألف كله لسه معداش هتستفيد بالخصم النقضي بكام عشرة في المئة التاريخ ده سبعتاشر آه أطبعا حتة تانية يا ترى الإسبوع ده بيتم حسابه ابتداء منين مش من يوم البيع ولا الشرة من اليوم التالي أي يعني الإسبوع يتحس من يوم تمنتاشر يبقى على صوابعنا كده يبقى تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين يبقى محلات الإيمان معاها مهلة لحد يوم اربعة وعشرين لو جدت تدفع فلوس دي يدفع اخذ ديئية في يوم اربعة وعشرين هتستفيد بالخصم النقدي عدى يوم اربعة وعشرين يبقى عليها وتدفع لعشرين ألف كله كده شرحنا مية مية طيب تسعتاشر اربعة اخترها البنك بتحصيل الشيك المرسل يوم اتناشر اربعة واضاف القيمة لحسابها جميل البنك بعت لها اشعار او اخطاء قال لها الشيك اللي انت بعت تقول يوم اتناشر كاتب لي هنا فلوس يقول لك ترجع لتاريخ اتناشر اربعة اهو التاريخ هنا اهو ادي خمستاشر الف وفي قيودي اليومية اهو اتناشر اربعة خمستاشر الف اهو الشيك اللي كنت بعته للبنك للتحصيل ايوة البنك قال لي ايه قال لي ايه حلال عليكم حصلنا وجبنا الفلوس وحتنا هلكم في حسابكم الجاري اللي عندنا يبقى حصلتكم اللي عندنا زادت نقول الحمد لله يا رب ما كان اسماش كاتب تحت التحصيل قلت يعني قد تحصل او قد ترفض جميل يبقى اختارها البنك بتحصيل الشيك المرسل يوم اتناشر اربعة واضاف القيمة ايه اضاف القيمة لحسابها اللي هو الحساب الجاري لحصلتها اللي عنده يبقى الحصلة اللي هنا اللي اسمها البنك ما لها زادت بص بقى وتلغي الحساب الوسيط الله الحساب اللي ايه الوسيط اه اللي هو كان اسمه ايه اللي كان اسمه الشيكات تحت التحصيل اه ده معنى كلمة حساب وسيط يعني بيقضي غرط انتهت المهمة منه بقى الغيط هو كان مدين خليه دايق هو كان دايق خليه مدين جميل يبقى تعالى بقى بقى 19 أربعة من حساب البنك الى حساب شيكات تحت التحصيل بكام يا عمي 15 ألف 15 ألف ده اللي هو 19 أربعة المبلغ مش هتقولك انا هو قلتلك ترجع للعملية بلبتاريخ 12 أربعة اللي هو 15 ألف ترجع للقيد بتاريخ 12 أربعة 15 ألف طيب يلا بينا طيب انت بتقول لي يا سلام يعني هو البنك شغال تحت رحمة كده ومحبة في سواد عناية حيروح يجيب لي 15 ألف ولتفضل 15 ألف يعني مش هيخد لنفسه حاجة خالص يا عمي اسمع البنك زي المنشاء طالع واكل نازل واكل يعني ايه اه طبعا لازم يخصم لنفسه مصاريفه عمولة تمام كده جميل سوى في نفسي اليوم او بعدها او في نهاية كل شهر بيجمع المصاريف والعمولة بتاعته ويبعت لي ويخد بالك انا خصمت منك ماشي مصاريفه وعمولة خلال الشهر ده مبلغ كذا يعني نقصتهم من اين من الحصالة بتاعتك اللي عندي يعني نقصتهم من حسابك الايه الجاري يعني نصيد البنك بتاعتك اللي عندي ناقص جاية هي 20 أربعة بلغت مصاريفه عمولة البنك ها هاي جات لوحدها 300 جنيه خصيمة من الحساب الجاري تسدى لو انت حتى مخك تخي تقول لي بلغت مصاريفه عمولة طب المصاريفه العمولة ده مدينة بس حل مدينة جميع اتخصمت من اين من الحساب الجاري يعني اتخصمت من اين من البنك يبقى المصاريف العمولة اصبحت مدينة والبنك اصبح ايه دائن يبقى بلغت مصاريفه عمولة البنك 300 جنيه خصمت من الحساب الجاري يبقى القيد حيبقى من مصاريف وعمولة البنك إلى حساب البنك ده كم ده التاريخ ده عشرين أربعة يبقى من مصاريف وعمولة البنك إلى حساب البنك تلتمية تلتمية طيب تعالى 22 أربعة جات الوحدة بتجري هاي 22 كم أربعة التاريخ ده مهم قوي سددت محلات الإيمان المستحق عليها بشيء الله طب فين الفلوس هنا مفيش يا عم بالراحة محلات من الإيمان ارجع بقى للقيد اللي فيه كلمة محلات الإيمان اطلع معاك ده في القيود في القيود في القيود في القيود اهي 17 أربعة ايوة محلات الإيمان كنا بيعلاها بك بعشرين ألف جنيه ايوة وكنا وعدنا بخصم نغض كعشر في المية لو سددت خلال كب أسبوع طب احنا بيعلاها يوم 17 جات يوم 22 ودفع وإحنا حسبنا على صابعنا الإسبوع اللي بيبدأ من 18 أربعة ينتيه 24 دي جات سددت إمتى يوم 22 أربعة يعني قبل الإسبوع ما يعدي يبالوا الله حلال عليكي حلال عليكي وحتكسبي مننا حتكسبي مننا مش كده إحنا هنخسرلك إحنا هنسمحلك بعشرة في المية يعني العشرين ألف في عشر على مية أو عشرة في المية بألفين جنيه هناخد منك 18 ألف جنيه بس وحلال عليكي الألفين التانيين إحنا بسمحينك فيهم وكلمة بسمحينك فيهم يعني خصم مسموح به شوف الجمال إيبال 18 ألف هناخدهم من حطهم في الخزينة الخزينة زادت مدينة طب والألفين حلال عليكي سمحنالك بيهم يعني خصم مسموح به بألفين جنيه تقول لي والخصم المسموح به مدي هذه حسابين مدينة ونقفل يعني نلغي يعني نعكس حساب محلات الإيماء آي بلقدي يا أستاذ حساء بس إحنا ناخد باقي خدناها بشيك مش نقدر عشان بس ما تقوليش مش عرف إيه شيك يعني البنك يبقى البنك زاد بـ 18 ألف والخصم المسموح به مدين بألفين ونقفل حساب محلات الإيمان يبقى لقيد من مذكورين أهو 22 أربعة من مذكورين حساب البنك 18 ألف بس حلمان حديث يقول 18 ألف دي جات من إيه اللي هي العشرين ألف فيه عشر عالمية عملت ألفين جنيه الألفين دول اللي هو خصم مسموح به طرحناهم من العشرين يبقى 18 ألف عطتنا شيك بـ 18 اتحط في البنك أهو يبقى من مذكورين حساب البنك 18 ألف حساب خصم مسموح به ألفين إلى حساب محلات الإيمان 20 ألف تقول لي صح محلات الإيمان هنا كات مدينة دفعت اللي عليها أخذت حقها يبقى نلغيها نقفل حسابها نعكسها لخليها دائنة يبقى من مذكورين حساب البنك 18 ألف حساب خصم مسموح به ألفين إلى حساب محلات الإيمان كام 20 ألف جنيه تمام جميل 25 أربعة ماشي قامت المنشأة ببيع بضاعة تاني أيوة يا سيدي ببيع بضاعة يعني إلى حساب المبيعات أيوة أنا عارف أنت فهمت أوي والله فهمت ببيع بضاعة يبقى إلى حساب المبيعات ماشي بموجة بيبقى المرة دي بطاقة ائتمان طيب بموجة بطاقة ائتمان البطاقة دي صدرة من إين من بنك مصر بمبلغ كام 8000 جنيه نريحك من آخر بطاقة ائتمان صدرة من أي بنك بتعامل معاملة الخزينة اللي هي النقضية بس يعني ده كنها أصحاب كنها الخزينة أعرفها بقى كده يبقى أي حاجة بموجة باي احنا بيعنا بضاعة بموجة بطاقة ائتمان صدرة من بنك مين مصر أي بطاقة ائتمان صدرة من أي بنك من البنوك بتعامل معاملة الخزينة لكنها نقضية سائلة يبقى حنقول من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات كلمة يبقى 25 أربعة قوامات المتشئة بيبيع بضاعة بموجة بطاقة ائتمان صدرة من بنك مصر مبلغ 8000 جنيه من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات أخذ قيد 30 أربعة سددت المصروفات الآتية نقدا سددت يعني دفعت يعني مدت قيتها في الدرج وطلعت فلوس أيوة يعني الخزينة ناصط أيوة طب سؤال أفرد يصل حسن قال لي سددت المصروفات الآتية وسكت ما جليش لا نقدا ولا بشيك طالما لم يذكر كلمة بشيك يبقى نقدا حتى ولو لم يذكر كلمة نقدا خلاص لكن هو هنا قال لي هو سددت المصروفات الآتية نقدا العمال عايزين فلوسهم عايزين 6000 جنيه فتحنا الخزينة اتفضلوا 6000 جنيه طيب جاه الراجل اللي هو بتاعي العداد بتاعي الميا تمام الميا اللي استهلكناها ب1000 جنيه جاب الفطورة فتحنا الخزنة اتفضل يا عم من 1000 جنيه بتاعك هم يبقى طلعنا من الخزنة حاكتين أجور عمال ونور ومياه وإن شاء الله يكون طلعنا 100 بندق 100 مصروف حنقول من مذكورين لأن المصروفات كلها مدينة من مذكورين حساب أجور العمال 6000 حساب نور ومياه 1000 إلى حساب الخزينة 7000 آخر قيدة هو من مذكورين حساب أجور العمال 6000 حساب نور ومياه 1000 إلى حساب الخزينة كام 7000 جنيه ده 34 جميل آه وجبة دسمة بسم الله ما شاء الله شوية قيود تمام عايز المطلوب التاني بقى ودي اللي كلكم بتشتكوا منها اللي هو تصوير حساب الخزينة بضفطة للأستاذ أيوا يا مستر ركز لنا على دفتر للأستاذ أصلحنا مش بنعرف نرحل القيود أصلحنا منطلق بقى أصل ومش أصل لا أصل ولا فصل ركز معايا بقى بالراحة إحنا عادينا نصور حسابي يا عمي الخزينة جميل؟ هنعمل الشكل اللي قدامنا ده لكنه بياخد شكل حرف تيه أنا عندي منحط مدين على اليميه وداين على الشماء مدين على اليميه وداين على الشماء في الوسط حساب الإيه الخزينة جميلة أستاذ حسين انت عارب بص كده بص بص كلمة خزينة مدين أكنت حتة دي من حساب الخزينة آه يعني هنا الخزينة كطرف مدين الخزينة كطرف مدين طب الداين بقى اللي هي بتتعامل معه يصب فين تحتها إيبقى تحت المدين بنقول إيه لحساب كذا إيه لحساب كذا لحساب كذا هنشوف دلوقتي بس معايا طب وتحت الدايق بندخل الطرف المدين اللي تعامل مع الخزنة إيبقى الخزنة على اليمين هي مدينة ينزل هنا تحت إيلا طب والخزنة على الشمال داينة ينزل هنا مين إيبقى تحت مين نقول إيلا وتحت إيلا اللي وداي نقول مين طيب جميل برضا حدوة تقلقش طب أنا أستاذ حسن عندي 12-13 قياد انت عارب سواء حساب الخزينة أول حاجة حبيبي بتعمل الآتي هتجي تعمل إيه هتعمل الآتي حتشوف القيود اللي فيها كلمة الخزينة وتعلم قدامها أي علامة إيبقى أنت أطلق القيود تاني كلها أي قيد فيه كلمة الخزينة حط نقطة كده صغيرة أو علامة أو أي حاجة طيب أول قيد بيقول لي إيه من مذكورين حساب البنك وحساب الخزينة إذا رأس ما؟ أيوة ده الخزينة هي إيبقى دي نقطة هوا ماشي تمام يا عم بالألم هوا طيب القيود التاني من المشترة لمحلات صمارة ما فوش الخزينة القيود التالت من الأساسية للخزينة دي نقطة هوا تمام القيود الرابع من محلات صمارة لمسكورين مردودة مشترة الخزينة فيه هوا فيه كلمة الخزينة القيود اللي بعده من حسب شيكات تأصيل المبيعات ما فوش من الخزينة للبنك نقطة هي ماشي طيب الوراء من حساب محالات الإيمانية للمبيعات ما فيهوش كلمة الخزينة من حساب البنك إلى شيكات تحت التحصي ما فيهوش من مصاريف وعمولة البنك إلى حساب البنك ما فيهوش اللي بعده من مذكورين البنك وخاص مصعوبين للمحالات الإيمان ما فيهوش هنا القدة من الخزينة للمبيعات فيه هذه نقطة هي الأخير من مذكورين أجور العمال ونور ومية لحساب الخزينة حلو كده جميل حددت أنا القيود اللي فيها كلمة الخزينة تمام نرجع بها وحدة وحدة تعالي أول قيد أنت بتقول لي بين المسكورين البنك والإيه والخزينة الخزينة هنا موقحها تبع الطرف المدين ولا الطرف الداي تقول لي تبع المدينة الخزينة تبع المدينة اجري معايا كده تعالي هنا عند المدينة حلو المبلغ الفوش الخزينة لقصاد الخزينة كـ 50 ألف جنيه جميل هتحط المبلغ لقصاد كلمة الخزينة فأي قيد سواء الطرف ده مدين أو داي قايم أنا بناخد المبلغ اللي قدام الخزينة تعرف تخيل إيه تخيل القيدة كأنه من حساب الخزينة إلى رأس الماء بس بالكاء بالـ 50 ألف تقول لي بس يا أستاذ حسن إلى رأس الماء ده 80 يعني يا حبيبي رأس المال ده مكون من عصريه البنك مساهم بـ 30 ألف والخزينة مساهمة بـ 50 يبقى نصيب رأس المال من الخزينة كـ 50 ألف يبقى بالفلاحي بالعامية بالبلدي بقولك تأخذ المبلغ اللي في قصاد كلمة الخزينة يلا بقى كده بنرحة يبقى كأنها من حساب الخزينة شوف الصباحي إلى حساب رأس الماء بكاء بـ 50 ألف جنيه اللي عند كلمة الخزينة مش اللي عنده رأس الماء جميل طب ما فهمت جديه سيبك منها تعالي القيد اللي هو 7 أربعة من حساب الأساس إلى حساب الخزينة اجري إلى إلى روح على طول بسرعة إلى الخزينة إلى يعني داين أيوة يبقى الدينة أهو يعني الطرف ده الخزينة طب داينة بـ 8000 جنيه هم التمانية اللي حيتحطوا التمانية دولي الطرف المدين بتاحها الأساس يبقى تحت الدين من حساب الأساس بكام يا عمي 8000 ماشي ما فهمتش دي شوف اللي وراها هنا أهو 9 أربعة الخزينة داينة بللي عليك داينة داينة تجري على طول على الدينة طيب المبلغ كام 25 ألف جنيه جميع هيبقى المبلغ في المبلغ أقول لك اللي هو صاد الخزينة إيه الطرف المدين من حساب محلات صمارة بس وعاك تقول لي محلات صمارة بـ 27 يا حبيبا عايز نصيب الخزينة مساهمة الخزينة المبلغ اللي دام الخزينة آه الخزينة داينة يبقى أنا جريت هنا جريت عند الطرف الدايق تمام كده كويس هنحط ايه الطرف المدينة اللي هو محلات صمارة يبقى من محلات صمارة 25 ألف جنيه المبلغ اللي عند الخزينة ماشي خليك ما فهمتش دي شوف اللي بعديها 15 أربعة من حساب الخزينة من حساب يبقى خزينة مدينة أهي في المدينة جميل إيه اللي بقى أنزل إيه اللي حساب البنك خمس تلاف خمس تلاف يبقى إنها من حساب الخزينة إلى حساب البنك أدي خمس تلاف جنيه ما فهمت جيدة أخرى طيب دي ما فيهاش ودي ما فيهاش ودي ما فيهاش ودي ما فيهاش تعال هنا 25 أربعة من حساب الخزينة من أهو أهو المدينة أهو من حساب الخزينة إيه الطرف الداين إلى حساب المبيعات يبقى إلى حساب المبيعات بكم عمي بثمان تلاف جنيه جميل اخر قيد من مذكورين الى حساب الخزينة يعني الخزينة داينة هنا اجري هنا اهو داينة بكاء بسبعة تلات ايه الطرف المدي من مذكورين طب هنا هنكتب كلمة جورو العمال ودونه وماء لا هنكتب كلمة اه ايه بتحت الداين هنكتب من من مذكورين سبعة تلاف جينيه جميل جدا انا كده مرحلت القيود ماشي هنعمل بقى ترصيد هنرصت حساب الخزينة ترصيد ماشي معايا خد بقى من كلمة جميلة بالنظر كده الاول بالنظر طيب بنقول بالنظر كده في دماغك انت كده هتيجي كده ايه تجمع الحسابات اللي في الطرف المدي بتقولها دي خمسين الف ودي خمسة بخمسة وخمسي وتمانية تلاتة وستين الف طب اركنها شوية كده مع دماغك تلاتة وستين تعان شوف الطرف الدايق عندي دي تمانية ودي خمسة وعشرين تلاتة وثلاتين تلاتة وثلاتين ودي سبعة يبقى اربعي ده المدين فيه تلاتة وستين ودي فيك اربعي من الجانب الاطبا تقول لي المدين ده لازم حتما ولابد نقول لك دولات فورا لابد يكون الجانب المدينة هو الاطبا وحقول لك لدي الوقت اه يبقى المدينة دولي تلاتة وستين الف اهم اهم ايوة حطيت التلاتة وستين تلاتة وستين مدينة لازم يبقى تلاتة وستين اهو يبقى تلاتة وستين دولي هناخدهم من هنا نجري بيهم هنا تلاتة وستين تقول لي بس انا عندي هنا في الداينة أربعين ألف بس يعني الكفة المدينة دي فيها تلاتة وستين الكفة الداينة دي فيها كم أربعي فمنقول من رصد انا عايز نساوي الكفتي يبقى تقول لي تلاتة وستين ناقص أربعي يبقى المتمم تلاتة وعشرين ألف جنيه على اساس انك لو جمعت الثلاثة وعشرين ألف مع الأربعين اللي هنا دولي يجب المجموع كله كام تلاثة وستين طيب جميل الثلاثة وعشرين نسميها رصيد مرحل رصيد مرحل هنا ظهر في الجانب الداين بناخد ساهم كده وننزل تحت هنا وننقله في الجانب المدين ونقول عليه رصيد منقول يجب الثلاثة وعشرين رصيد المرحل ده يجب منها رصيد منقول طيب أنت كنت بتقول لنا لازم حتما وغصبا عننا لازم جمال المبالغ اللي في الطرف المدي تكون أكبر من الطرف الداي عارف لي ما يا حبيبي الحساب ده اسمه إيه الخزينة يعني الدرج الخزينة بالله عليك ينفع الخزينة يكون فيها تلاتين ألف وإحنا نطلع منها أربعين إزاي حبا فيها تلاتين ونطلع منها أربعين طيب حنجيبنا أربعين من إيه بقى ده شغل عفريد بقى لا يا حبيبي ده لازم الإيداعات اللي احنا قد أقولك في الترمي التاني اللي اسمها المقبوضات اللي هي المتحصلات اللي هي الفلوس اللي دخلها الخزينة اللي بتتحط في المدين لازم يكون مجموحها أكبر من المدفوعات أو التزديدات أو الفلوس اللي هي خارجة من الخزينة أيوة كده نفهم نقص حزان آه يعني هنا التلاتة وستين اللي دخلوا الخزينة طلع منهم أهو أهو أربعين اتبقى عندنا كتلاتة وعشرين ألف جنيه اللي اسمها الرصيد المرحل اللي جبناه هنا رصيد إيه منقول بكده نكون النهاردة أنهينا الحصة الأولى مراجعة محاسبة على أكمل وجه وإن شاء الله تنتظرونا في الحصة التانية نكمل فيها المنهج على الحسابات الختامية والميزانية العمومية اشتركوا في القناة